أو باب الانتخابات الأمريكية عم يبتز نتانياهو بايدن للحصول على أسلحة إضافية بيوحي حكي نتانياهو بأنه إسرائيل محرومة من السلاح بالواقع أصفت إسرائيل غزة بأكتر من 70 ألف تون من القنابل لحد أواخر نيسان يعني نزل قنابل على غزة أكتر مما نزل على لندن ودجاستن وهامبرج مع بعض بالحرب العالمية الثانية ورغم الخلاف حول اشتياح رفع بقية الأسلحة الأمريكية دفق على إسرائيل من زخائر وقزائف هون وصولاً لطيارات الأف-15 صفقة أمريكية لبيع إسرائيل خمسين مقاتلة من ضراز إف-15 عن شو عم يحكي نتانياهو لك؟ هالأنابل التقيلة اللي عم بيطالب فيها نتانياهو سبقوا واستخدمتها إسرائيل بست حالات موسئة لقتل المدنيين وتدمير أحيا بكاملة أبرز هذه الحالات بحيث شجاعية بمدينة غزة باثنين كانون الأول وقدم القصف الإسرائيلي 15 بناية تدمير كامل بدفعة واحدة رغم هالجرائم الموسئة أمريكا ملتزمة بتسليح إسرائيل متانياهو ملتزم بمزيد من القتل نتبار لتأكيد إلى إسرائيل معه ما يجب عليها بإسرائيل اقوله أن مطلوب فهو في المقامات المال القتل الخامس الأمم المنقل قد نبتها لإسرائيل إسرائيل المت unterstützen في إسرائيل ومع حاول الاعتبار لإسرائيل وعادتها على إرانا وراء أيضا